المؤتمر الاقتصادي الذي طال انتظاره ولعله جاء في توقيت هام وحاسم يوزف بيقول صح ولا غلط؟ بيقول صح باستثناء هي فكرة طال انتظاره هو المفترض ان المؤتمر الاقتصادية بتتعمل وقت الحاجة حلو واحنا الحقيقة ماردنا بمؤتمر الاقتصادي عقد في عام 2015 ولم ننحرف او نحيد عن مخرجات مؤتمر 2015 مؤتمر 2015 من الشيخ اه لانه البعض بدأ يتحدث انه طب ما احنا عملنا في 2015 ايه اللي بيخالي نعمل دلوقتي؟ طب هو احنا كنا ماشيين غلط طب احنا جينا نصلح دلوقتي؟ لأ هي المسألة مش هيرا الاقتصاد بالمناسبة ما فيهوش صحة وغلط لكن فيه ملائم واقصر ملائمة و2015 احنا طلعنا برشدة لبنامج الصح اقتصادي الحقيقي والظروف كانت مختلفة تماما لانه في 2015 كان عندنا مشاكل هيكلية داخلية احنا اليوم بتواجهنا تحديات ما احناش في ازمة اقتصادية احنا بتواجهنا تحديات بتواجه العالم كل ومسببات هذه الازمة او التحديات البيئة الخارجية وبنان عليه احنا محتاجين المؤتمر اللي بدأ اليوم علشان عدة اموش الامر الاول علشان نستقرأ جيدا ما يحصل على المستوى الخارجي ويمكن عايز اشيل للحياة الكلمة الهامة للغاية اللي حياة تحدث فيها الدكتور محمد العاليان اليوم فيه ما تعلق بفكرة المنزل او البيت والبيئة او الحيز اللي احنا موجودين فيه في البيت لانه احنا الحياة موجودين في منطقة ملتهبة موجودين في العالم كله الحياة بيواجه تحديات كبيرة للغاية واحنا بنمرض بأزمة الاقتصادية حقيقية مختلفة كاسيا عن الأزمات الاقتصادية اللي شفناها خلال العقود الماضية لانه 2007-2008 الأزمة الاقتصادية كانت في امريكا بس الصيادة على العالم بس كانت امريكا في 1997 كانت الأزمة في الفول إيست كوريا وطايوان واليابان وغيره 87 قبلها بعشر سنين كانت الأزمة في لاتن أمريكا في برازيل المنطقة دي وبالتالي احنا كل عشر سنين عندنا أزمة لكن الأزمة المراضية مختلفة ليه؟ لأنه يمكن الأمر اللي أشعر لي الدكتور محمد العياني يوم أنه احنا بنتكلم على أزمة اقتصادية هو الحياة مكانها مش روسيا وأوكراني ده أوروبا بتدفع تمن كبير للغاية وبتقن كل دولة الاتحادة أو بي تقريبا الولايات الاتحادة الأمريكية بتواجهها ظروف ضغطة ودخلة على كساب قريبا روسيا بالتأكيد المنطقة الجنوب الشهد أسي كلها الحياة بتتضرر والصين أيضا بتتأثر بالسالب وبالتالي احنا نتحدث عن الدول العظمى اللي بتقود المشهد الاقتصادية العالمي كلها تقريبا بتواجهها ظروف صعبة للغاية وبالتالي احنا بنتحدث عن تحديات كبيرة مهمة ان احنا على رقم واحد كمخرجات لهذا المؤتمر اللي بدأ اليوم ان احنا نستقرم احدث على مستوى الدولي اخزا في الاعتبار ان شكل الاقتصادية على من اللي اعتدنا عليه على مدارة سنوات وعقود طويلة على ما يبدو يتجه للتغيير هيتغير امتى؟ هيتغير ازاي؟ مش هنقدر نشوفه لا احنا على مستوى متخصصين ولا حتى مؤسسات اقتصادية دولية كنوا بستوغير وغير قادرة على قراءة ما يمكن يحدث اقتصادين خلال مش هقول خلال سنوات لكن خلال اشهر خلال اشهر خلال اشهر مش قددين يشوفوا لان احنا الحياة بنواجه ظروف صعبة للغاية بنواجه التضابط في اسواق الطاقة بشكل عام بنواجه التضابط في اسواق الصرف بشكل عام بنواجه التضابط في اسواق المالية بشكل عام بنواجه التضابط في اسواق الغذاء بنواجه التضابط في اسواق المعايت وطالما انه في التضابط وتواجه الاسواق العالمية بشكل عام يبقى ما نتوقع عشانه فيه تدفق الولوصي على مستوى الدول لانه ما فيش مستثمر ممكن يشتغل وهو شايف اللي الطلبات دي بتواجه الاقتصاد العلامي وبنان عليه كل ده بيبعث بجرس انزال للمجتمع الدولي ككل على تباعد انه نحن ندخل او نقترب بشدة من الدخول للكساد يعني كساد بقى اللي هو يعني ما فيش فرص عمل ما فيش دخل ما فيش انتاج يعني مزيد من الفقر مزيد من تدام المستوى المنشأ في كل دول العالم وإحنا الحقيقة بنشوف مش بقى تقلبات اقتصادية نتجة من الطلبات اللي بتشهدها الاسواق بدينا نشوف الطلبات سياسية بدينا نشوف تقلبات اجتماعية مش بتكلم على دول نامية فافريقي أنا بتكلم على أوروبا بتكلم على التخبط اللي بتشهده بريطانيا خلال الاسبوعين الماضيين أنا أظن أنه صححني أنه الوضع اللي موجود في أوروبا اضطراب اقتصادي واجتماعي ما شافتوش أوروبا حتى في الحربين وسياسي وسياسي بالقطع هادينا شايفين استقالات زي صباح الفل اللي شوفنا في إيطاليا وبريطانيا خلال الأسابيع الماضية بينزل أنه الاتحاد أوروبي على شافة تغيير حقيقي وهي حدث انقسامات داخل دول الاتحاد أوروبي والسقود لليسار صحيح وإحنا بالتأكيد وبنقترب بشدة بالمناسبة من الانتخابات الفصلية في الوقت المتاعات الأمريكية على ما يبدو برضو نتجه لهذه الطائرات السياسية اللي نتجه من تقلبات في المزاج العام تقلبات اجتماعية مبعثة للأساسي الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيواجه الدول العظمى الاقتصادية أنا بكلم عن دول الاقتصادية العظمى على مستوى الدول ويمكن عشان كده الحقيقة يمكن دكتور محمد ريانا ده كان بيتكلم على أنه أوروبا اللي تحقق أوروبي بيواجه صعوبات بلقة الصين بتواجه روسيا أمريكا اليابان وبنان عليه دول الدول اللي مفترض بتقود الاقتصاد العالمي الجي سيفن لما نشير الجي سيفن تواجهها الصعوبات يبقى احنا داخلين على أزمة اقتصادية حقيقية هتأثر على كل شيء وبنان عليه نرجع تاني ليه المؤتمر الاقتصادية احنا محتاجين نشوف اللي بيحصل ده دقام واحد ترجمة نانسي قنقر